كارلوس كيروش كارلوس كيروش الصداع في رأس الكرة المصرية كارلوس كيروش جاي لا كارلوس كيروش مش جاي لا الراجل بيفكر لا الراجل طلب مهلة لا الراجل طلب 200 ألف دولار لا ما طلبش 200 ألف دولار القصة والحكاية والرواية الحقيقة اللي احنا عايشينها اليومين دول عشان مدير الفني لمنتخب مصر على الرغم الحقيقة يعني يمكن الناس كتير جدا يعني مستائة من الملابسات المرتبطة بفكرة المدير الفني للمنتخب الوطني بداية من قصة إقالة إيهاب جلال التوقيت الفرصة التي لم تمنح لمدير فني وطني كان كتير من الناس شايفة أنه ممكن يعمل نقلة نوعا ما لو خد الفرصة كاملة حالة الاستيال عند المديرين الفنيين المصريين اللي أغلبهم متفقين أنه الوضع ده الستوائشن ده ما كانش ممكن أبدا يحصل مع أي مدير فني أجنبي وبالتالي السؤال هل من وجهة نظر المديرين الفنيين المصريين هل المدير الفني الوطني مستباح للدرجة دي؟ هل فكرة أنك أنت تحمله فطولة إخفاقات مرت للسنوات طويلة جدا في خلال أيام بسيطة جدا ما قدرش حتى فيها يوصل للدرجة أو الحد الأدنى من مصطلح الفرصة عشان تحكم على أداء وتقيمه ما إذا كان يستمر أو يرحل لكن كمان فكرة أنك أنت تطرح عودة كارلوس كيروش اللي ما اعتقدش أنه كتير كان راضيين على التجربة بتاعته يعني كارلوس كيروش جيش تغل آه ما هيش فطرة طويلة جدا لكن ما اعتقدش أنه حط البصمة أو الدى للمقدمات اللي تقول أنك أنت ممكن تراهن عليه فيما هو قد وناس كتير جدا كان بتشوف أنه فرصة التأهل لفترة مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا هي فرصة كافية جدا أنك أنت تقدر تحكم أو تقيم اسم أي مدير فني مصري حتى لو كان عندك رغبة في رحيل إيهاب جلال كان من الوارد برضو أنك أنت يعني تستبدل الإسم بإسم مدير فني مصري لكن ما علينا هنشوف التطورات هتاخدنا الفين ومش إسم كيروش بس هو المطروح مفترض أن نحن مستنين رد كيروش على المسؤولين في الاتحاد عشان نحدد بعد كده هل هنلجأ لواحد من الأسماء المطروحة لأن في اسمين أو ثلاثة أسماء تانيين مطروحين في حالة رفض مع الأسف الشديد يعني رفض كيروش أنه يرجع مرة تانية لتدريب المنتخب الوطن